مودي كانغ هو أحد أفضل سائسي الخيل في لسوتو رغم أنه لم يتخطى السادسة عشرة من عمره وهو يعمل راعياً للمواشي على مدار السنة لكن اهتمامه عشية كل السباق مهم ينصب على أن يكون في طليعة من يعبرون خط النهاية سأكون سعيداً وفخوراً للغاية إنفز لأنني بذلك سأحرز السباقاً للمحترفين أمام الجميع وتحت أنظار جميع ملكي الخيل تشكل الجياد والحامير في لسوتو وسائل النقل الرئيسي في القرى وسباق الخيل هو بمثابة احتفال تقليدي يشتذب مئات الهوات هنا يستعرض المالكون جيادهم أمام الجمهور قبل أن تنطلق عمليات مراهنة وتنظم خمسة سباقات في سيمون كونغ في يوم عيد ميلاد الملك بحسب الفئة العمرية والسلالة بدءاً من جياد باسوتو المحلية الصغيرة وصولاً إلى الخيول الأصيلة المستوردة من جنوب أفريقيا وقد يستغرق وضع الخيول على خط البداية ربع ساعة قبل انطلاق السباق ويكسب أصحاب المراكز الأربعة الأولى من سائسي الخيل ما بين خمسة يوروهات وعشرين يورو إنه دور مودي كانغ ليمتطي جواد مستخدمه وبحسب ملكي الخيول تعتمد نتيجة السباق بنسبة ثلاثين في المئة على أبعد تقدير على مهارة السائس بينما يبقى إعداد الجواد العامل الأهم وقد ألهام مودي كانغ السباق في مرتبة الرابعة وهي نتيجة مشرفة كان مستوى الخيول كافة جيداً جداً وقد أصيب جوادي خلال التدريب لذا لم أقص عليه كثيراً سنحقق نتيجة أفضل في المرة المقبلة إن استعد الجواد عافيته غير أن بطل اليوم هو مالك توكلوت أو تحدث كثيراً وهو جواد أصيل لا يعرف الخسارة أبداً هذه نتيجة التدريب المكثف والمنظم والقاسي وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية ألف يورو وترعى بعض الشركات وهيئة السياحة الوطنية هذه السباقات وتسمح هذه الرعاية بإحياء هذا التقليد وتطوير مستوى السباقات ليحظى باعتراف دولي بالنسبة لي تضمن هذه السباقات مستقبل الجياد في لسوت فهي تسمح لمربي الخيول ومالكيها بمراقبتها وتحليل أدائها تمهيداً لتحسين سلالتها عمل مودي كانغ للصالح الكثير من مالكي الخيول وقد سمحت له انتصاراته والمراهنات بجمع خمسين يورو أي ما يعادل راتب عشرة أيام من العمل وهو يحلم بأن يقتني جواده الخاص يوماً ما